هل هو ربما حتى جعل من يتقدم أو يقوم بالجناية أو بقتل العمد أي أن كان ورأي ظهر أنا ما عندي مشكلة وبالتالي قبيلت خلاص يدفعه هل هذا يمكن يصير ممكن يصير طبعا بيصير في تساهل ويصير في استخفاف بهذا الأمر إذا كان والله القبيلة مثلا تتجمع وكل واحد يدفع الشوخ القبيلة ووجهها القبيلة وتجار القبيلة وأعضاء القبيلة أنت مثلا أغلب القبائل عندنا يمكن ما تقل عن مليون فلما كل شخص يدفع له ألف ريال أو كل شخص يدفع له خمسمائة ريال احسبها غير طبعا الوجهة والأعيان والتجار في هذه القبيلة يعني أنا أتذكر مقطع قريب يعني أحد الأثرية من إحدى القبائل عرض عشر مليون لذوي المقتول هذا شخص واحد أنا شايف الفيديو هو شخص رجل معروف لما كانته الاجتماعية من إحدى القبائل معروفة عرض عشر مليون حتى تطلعوه في الفيديو فتخيل لما هذا الشخص يدفع عشر مليون معنات بقية أفراد القبيلة وبقية المعروفين في القبيلة كم يدفعونه وكم يوصل المبلغ فهو هذا اللي قاعد يصير صارت الآن المسألة يعني بذى خسارة المسألة استعراض معنى شخص تكلم بكل صراحة ويمكن هذه نتكلم عنها وشيخ القبائل أليس من المفترض أن يكون لهم دور إيجابي في مواجهة هالأزمة بمعنى أنه معنى يعني خلنا نتكلم يعني وصول المبالغ ديات وبهذا الشكل وبهذه الطريقة أو المبالغ فلاكية أستاذ خالد شيخ القبيلة ما يتدخل يبدول وهذا اللي أنا استشفيت أو هذا اللي قاعد يصير شيخ القبيلة ما يتدخل في تحديد المبلغ إنما شيخ القبيلة يتدخل في أنه الذوي المقتول يوافقون على الدية هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لشيخ القبيلة شيخ القبيلة يقول إذا وافقوا خلاص هذا أنا سويت اللي علي البقية الآن يلا افتحوا بتبر ترجمة نانسي قنقر